نروح إلى ولاية الاصطيف ونستقبل الآن نور الإسلام دعموش يتفضل ليختار سؤاله وليقيمه الدكتور أو تقيمه الأستاذ رضي أهلا نعم مرحبا بك نور الإسلام بسم الله رقم السؤال الشيخ ستة عشر نعم تفضل لدكتورة أهلا بك نور الإسلام أمتلك في كل مرة معنا إن شاء الله في كل مرة في ارتقاء وتحسن لحظناه إن شاء الله وسنلاحظه اليوم بإذن الله مستعد تمام اقرأ من قول الله عز وجل في سؤالك الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلو كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآت تكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أحسنت ماشاء الله عليك اقرأ من قول الله تعالى يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب حسبك إلى هذا الحد ثم السؤال الأخير اقرأ من قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أكمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين نعم شكرا حسبك دعموش نور الإسلام شكرا لك وفقت في هذا البرايم أستاذ راضية نعم دعموش نور الإسلام يعني كما لاحظتم جميعا حفظه متين ومشاء الله عليه كان ممتازا في كل المقاطع التي سئل فيها وكان أداءه أداء حافظ يعلم أن ما سيأتي محفوظا يعني ما عندهش حتى الشك ولا الارتباك مشاء الله عليه في الحفظ يعني كنت ممتازا جدا جدا وكذلك في قضية الأحكام والمخارج والصفات يعني حتى في الوقف والابتداء يعني كنت رائعا في الحقيقة لكن في شيء فيما كما قلنا في الحصة الماضية ما يتعلق بمراتب الأداء يتخللك بعض الخلل في الحفاظ على نفس الرتبة في الأداء في بعض الأحيان تذهب للسرعة ما يؤدي بك إلى الوقع في الاختلاص وقد اختلست الكثير من الحركات في بعض الكلمات طبعا ليس الكثير يعني في كل المقاطع بل في بعض الكلمات فقط فرأينا منك عدم إتمام الحركات في مثل قول الله تعالى مثلا لما تكلمت قلت فمنهم شقي وسايد فمنهم الكسر كسر ثم السكون ثم ضم لكن لو تعيد إن شاء الله تسمع لنفسك كيف قرأتها تجد عدم فصاحة يعني عدم تخليص الحركات والحروف بحركاتها التامة وهذا أعدته علينا لما وصلت لقول الله تعالى شهد عليهم توالي الفتحات وكم نبهت مرارا ونبه المشايخ الأفاضل على توالي الحركات توالي الفتحات الضمات الكسرات هنا القارئ يحتاج إلى تمكين كل فتحة كل كسرة كل ضمة في ميزانها وفوق حرفها بأداء كامل لك أيضا وقيضنا الضاد قرأتها ضاء يعني حاول أن تتدرب لتحسين مخرج الضاد أيضا في كمثلي صفوان مع قوة مخارجك لكن مع ذلك في بعض الأحيان نفقد معك بعض من تلك القوة لبعض الحروف فهنا الفاء الفاء لا نكاد نسمعها منك يعني جاتت ضعيفة وهي أصلا حرف ضعيف وساكن فكان يحتاج منك إلى رخوة أكثر لكن عموما كنت رائعا جدا نحيط الأداء والصوت يا شيخنا ترى فيه نوع من الخوف في الأداء لا أدري صوتك كان أقوى من هذا صراحة ليمكن وحد الخشخة في صوتك لا أدري مصدرها الارتباك من ماذا جودة الحفظ كان رائعة شكرا لك أستاذة راضية وشكرا للشيخ والدكتور